عرق لا تساوي بطولة هل نحن بحاجة لتغيير قوانين كرة القدم؟ مساء الخير أو صباحه حسب توقيت رؤيتك لهذا الفيديو يؤسفنا أن نقول لك إننا نقوم بهذا الفيديو اليوم ونحن ممتعضون وربما نكون مرغمين على ذلك فأنت بما جئك إلى هنا تعرف القصة كاملة فالفيردي الشرير الذي قتل فرصة مراطة لتحقيق أهلام الروخ بلانكوس وكل ما حدث بعد تلك اللقطة من معارك اللاعبين والبطاقة الحمراء التي تحصل عليها فريد فيدريكو وهدوء سيميوني وتفهمه لما حدث من قبل متوسط الميدان الأوروغوياني أنت تعرف القصة كلها بالفعل ولم يكن هناك داعي لكتابة السطرين الماضيين ولقراءتهما وبالتأكيد أنت تعرف أن الجميع هادئون هنا ملعب الملك عبدالله الدولي بالسعودية صمت تماما وفي الواقع فجميع أطراف النزاع رحلت من المملكة وعادوا أدراجهم إلى إسبانيا ليستعدوا لما تبقى من الموسم الجميع هدأ وتخطى الأمر إلا مكانا واحدا لم يتخطى الأمر بعد المكان الذي لا يسمط رواده أبدا وهو منصات التواصل الاجتماعي كما سبق وقلنا فحتى سيميوني نفسه وهو رجل معروف أنه لا يسمط قد تقبل ما فعله المنافس بل قال إنه لو كان مكانه في ذلك التوقيت لقام بالفعل نفسه لأنه الطريق الواحد لإنقاذ الموقف حسنا هذا سيميوني وهذه كلماته التي اعتبرها البعض بمنزلة إنهاء لحرب قد بدأها بلحظات وهي كلمات بالمناسبة تجعلنا نعيد نظرتنا من جديد نحو سيميوني الرغم من أنه واحد من روادي تلك المدرسة من الأفعال وبالتأكيد أن تتذكر تلك الكرة التي أرسلها إلى الملعب قبل ثلاث سنوات من الآن في مباراة فريقه أمام مالاقا أثناء قيام الأخير بهجمة مرتدة وعدة على الروخ بلانكوس فإنه في غاية الاتساق مع ذاته وأفكاره للدراجة التي سمحت له تقبل ما فعله فالفيردي في حق فريقه وربما هذا الاتساق الذي يتحل به نفسه هو رصصة في منطق هؤلاء الذين قضوا السنوات من النحيب على تلك الأفعال التي يقوم بها سيميوني وطريقته ورؤيته للعب للعبة وهم الآن يهللون لفالفيردي على الرغم من قيامه بشيء مماثل للأشياء التي ظلوا طوال الوقت منزعجين منها فقط لأنها الآن صبت في مصلحة فريقهم ولا تقلق نحن لسنا هنا لكي نقول لك تلك الكلمات اليوم فحسب فقط نريد إخبارك أن فالفيردي تاريخيا لم يكن أول لعب يقوم بعرقلة كتلك التي قام بها في نهاء لبطولة ما عد معنا إلى الوراء قليلا تحديدا مطلع ثمانينيات القرن الماضي الآن تلعب مباراة أرسلون مع ويستهام في ملعب وينبلي بنهاي كأس الاتحاد الإنجليزي وحينها كان لعب ويستهام الصاعد صاحب السبعة عشر عاما باول آلين منطلقا بهجمة مرتدة من وساط الملعب أمامه لعب واحد فقط واستطاع أن يتخطاه ليجد نفسه الآن منفردا بمرمى الإيرلندي أصبح بأو قاب قوسيني أو أدنى من تسجيل هدفه في نهاء الكأس والقصة الجميلة بدأت في كتابة أسطورها قبل أن يتدخل مدافع أرسلال الصلب ويلي يونغ ليضمر أحلام الصبي بعرقلة مماثلة لتلك التي قام بها فالبيردي بل أسوأ منها لأن ما حدث بعدها أن حاكم اللقاء سي دورج كورتني اكتفى بمنحه بطاقة صفراء واحتساب ركلا حرة لباول كانت مفاجأة كبرى وقتها إذا أردت رأينا كان على وش كان يحرز هدفا في نهاء الاتحاد الإنجليزي وفي السارع عشر من عمره قبل أن يتدخل مدافع أرسلال الضخم والأحمق ذو الشعر الأحمر ويلي يونغ ليطرحه أردا وما زلت حتى الآن أتذكر مشاهدتي لذلك الذي حدث بالتلفاز الجميع كان مستاء حتى المعلق وقتها كان مستاء للغاية هكذا وصف سيمون كوبر تلك اللقطة التي نحدثك عنها وبالمناسبة فسيمون يعد واحد من أهم الكتاب المختصين برياضة كورت القدم على مستوى العالم فقط ذكرنا أن نخبرك القليل عنه فيما بعد المهم كما لاحظت الجميع كان مستاء للغاية وقتها وليس من اللقطة في حد ذاتها بالمنتبعياتها والعقوبات التي تلقاها يونغ على فعلته فللوها الأولى ستعتقد أن كورتني حكم الساحة منحازن إلى أرسنال لكن إذا أخبرناك أن وقتها لم يكن هناك وجود لقانون ينص على وجوب الطرد في هذه الحالة فستدرك أن الرجل قدم أقصى ما بوسعه فعلا هذه اللقطة غيرت من شكل كرة القدم تماما سنتان بعد تلك الواقعة كانت كفيلتين بتغرير القانون وفرض عقوبة الطرد المباشر لمثل تلك اللقطات المشابهة وهو النص الذي تم تفعيله على أكمل وجه عندما عرقل فالفيردي ذلك المسكين مراطى وأنقذ بها فريقه من فرصة هدف محقق واعد لكن يبقى السؤال هنا ما المانع من تغيير القانون مجددا أي ما الذي يمنعنا من تغيير القانون مجددا طبعا حسنا ربما يجب علينا أن نبدأ في مواجهة أنفسنا بالحقيقة الصادمة ألا وهي أنه لا يوجد قانون بشري على وجه الأرض غير قابل للتعديل وهو الأمر الذي يسري على قوانين كورت القدم بالتبعية أيضا بمعنى أنه طالما قررنا كمجموعة من البشر أن نضع لأنفسنا مجموعة من الحدود لا يمكن تخطيها في شيء ما ووضعنا في مقابلها مجموعة من العقوبات لأي شخص سيتخطى تلك الحدود التي فرضناها بالتأكيد سيجب علينا جميعا الالتزام بكل ما تقبلناه سابقا لكن ماذا إذا كانت العقوبات غير مرضية لنا جميعا وأصبحت تلك الحدود التي فرضناها على أنفسنا غير مجدية هل يوجد ما يمنعنا من تعديلها؟ لذلك بالتأكيد الآن فهمت لماذا أخبرناك أننا ممتعظون ونحن نكتب ونسرد لك تلك الكلمات ببساطة لأننا لا نفهم لماذا يتعامل بعض الأشخاص مع قوانين كورت القدم كما لو أنها منزلة من السماء وغير قابلة لللمس لدرجة التي تجعلهم يقولون لنا كفاكم عبث وقبلوا الكرة كما وجدناها حسنا إذا كان الأمر كذلك فهيا بنا نعود لكي نحسم مصائر الفرق في البطولات الإقصائية مثل ما كان أجددنا يفعلون قديما حتى سبعينيات القرن الماضي بالعملة والعبة ملك وكتابة قبل أن تتدخل قاعدة الهدف الذهبي والأوقات الإضافية وضربات الترجيح إلى آخره وهيا بنا نتواغل في الماضي أكثر ونلعب كورت القدم مثل ما كان يلعبها الإنجليز والإيرلنديين قديما حتى يصيب أحدهم الآخر في بداية اللعبة قبل أن تتشكل كل طاكتيكات وقوانين اللعب التي نعرفه الآن لأن كل ذلك هو ما وجدنا عليه اللعبة في الأصل قبل أن يضف بشر مثلنا أي شيء آخر فقط فكر في الأمر قديما ما دفع يونغ إلى ارتكاب تلك العرقلة كان أنه لا يوجد شيء يستحق التفكير حوله مجرد بطاقة صفراء سيأخذها كأي واحدة أخرى كان من الممكن يتحصل عليها في وضع أبسط من ذلك الذي وجد نفسه فيه الآن بعد أن وضع القانون فبتأكيد فكر فالفيردي قليلاً ولو جزءاً من ثانية قبل أن يرتكب عرقلته في حق مراتا والذي يعرف سابقاً أنها ستكلفه بطاقة حمراء بجانب حرمانه من لعب لمباراة كأي طرد مباشر آخر كان سيأخذه في أي حالة أخرى أبسط من التي فعلها لكن الآن وبعد أن حدثت تلك العرقلات طرد فالفيردي وأكمل الريال الخمس دقائق المتبقية من المباراة ناقصين العدد وفي المقابل حرم أتليتيكو من فرصة انفراد سانيحة للتسجيل بعيداً عن قدرة مراتا نفسه عن تسجيلها من عدمها بالطبع وتحصلوا مكانها على كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء والسؤال هنا هل تك العقوبة عادلة؟ فهنا فالفيردي قام بحرمان مرطى من انفراد عقب عليه وفقاً للقانون بشكل سليم للغاية لكن في المقابل أنت هناك قانون استبدلت فرصة انفراد نسب إحرازها مرتفعة للغاية بالنسبة للأتليتيكو فبمجرد كرة ثابتة فرص وضعها بالشباك بالتأكيد أقل بنسب كبيرة من الانفراد وفي النهاية أصبحت العرقة لعقوبتها بدلاً من أن تكون في صالح الفريق التي تعرض لها ووقفت في جانب من ارتكبها كأن يقوم شخص ما بسرقة أموال شخص آخر ويقوم بوضعها في مكان ما ثم يحكم عليه بالسجن لمدة كل ذلك والشخص المسروق لم ترد له أمواله أصلاً هل هذا عدل؟ بالطبع لا لذلك إذا فرضنا أنه كان هناك قانون ينص على أن من يقوم بمخالفة مشابهة سيدفع غرامة ضخمة مثلاً أو سيحرم من لعب لست مباريات أليس من المنطقي أن فولفيردي كان سيفكر لبضعة أجزاء إضافية قبل أن يرتكب عرقلته تلك؟ لأنه حينها سيكون على علم أنه سيكلف فريقه خسارته لفترة طويلة مثل ما كان سيفكر راموس أكثر قليلاً قبل أن ينفذ عرقلته الشهرة على كاراسكو في نهاي دور أبطال أوروبا سنة 2016 فقط إذا كانت عقوبته ستكلفه حرمانه من تمثيل منتخبه ببطولة اليورو التي أقومت في العام نفسه لعدة مباريات القوانين وضعت في الأساس ونحن على علم أننا سنكسرها وسنتخطها فتلك طبيعة النفس البشرية لذلك وضعنا العقوبات فما بالك إذا كانت هناك وجود لثغرات في العقوبات الموجودة فقط الأحمق هو الذي لن يستغلها لذلك نحن لن نلوم فولفيردي فالرجل لعب في حدود القانون لم يتدخل ليؤذي مراطة مثلاً وتقبل البطاقة الحمراء بصدر راحب مثل ما تقبل ويلي يونغ بطاقته الصفراء ذلك العام قبل أربعين عاماً أزمتنا كلها تدور حول شيء بسيط إذا كان أمامك فرص للتعديل فلماذا لا تستغلها جزء مني استمتع حقاً بتلك المخالفة على الرغم من كونها كوميدية وساخرة للغاية هذا أحد مشجعي أرسنال الذين كانوا حاضرين بالملعب قبل أربعين عاماً وبالتبعية نحن لا نلوم مشجعي ريال مادريد المحتفين بلاعبهم مثل ما لم نلوم نيك على ما قاله فأحمق وحده هو الذي يرفض أن يأخذ بطولة بتلك الطريقة طالما القانون يسمح لك بذلك ونحن لا نطالب الجميع بأن يكونوا متسقين مع ذاتهم ومبادئهم مثل ما يفعل سيميوني لأن جمهور كرة القدم ينفعل بتلقائية مع اللحظة التي تحدث أمامه دون تفكير حتى لو خالف كل الشعارات الرنانة التي يرددها طوال الوقت بانفعاله لكن أليس أحمق وحده هو الذي يرى شيئاً خطأاً يحدث أمامه ولا يؤيد تعديله؟